احنا عندنا حاجة مبارح وانا بشوف محمد صلاح مع ليفربول وانت بتشوف لسه طول ما الجماهير الانجليزية بتهتف مو صلاح مو صلاح وانت يعني حتى مشاعرك بتتأثر ان عندك نموذج وشاب بناجح بهذا الشكل وليفربول بتلات مباريات اصبح بطلا للدور الانجليزي في بداياتي نتمنى ان شاء الله ان محمد صلاح يحقق معه بطولة هذا العام بالاضافة الى ان محمد صلاح ينتظر بطولة كمان خاصة وهي انه يبقى احسن لاعب ان شاء الله محمد صلاح القيمة الكبيرة كتب منذ ساعة ونص او ساعتين او اقل التويتر اللي حتشوفوها على الشاشة الطبيعي ان اي اتحاد كورة يسعى لحل مشاكل لعبيه حتى يوفر له الراحة لكن في الحقيقة ما اراه عكس ذلك تماما ليس من الطبيعي ان يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص به لا ادري لماذا كل هذا اليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا ده محمد صلاح والتحاد الكورة احنا كان عندنا معركة مع التحاد الكورة قبل كده وقلنا انه هذا الاتحاد لا يجب انه يستمر مش عشان تويتت صلاح قبلها طب فين التقرير اللي عملوا اتحاد الكورة بعد فضيحة صفر المنديال مفيش فين التقرير اللي عملوا المدير الاداري اهاب لهيطة اللي فيه تجاوزات حصلت هما نفسهم قالوا فيه تجاوزات وسيتم ادعها في التقرير اختفى ليه اختفى علشان اللي هو يعني اقفل بقى الباب ده هنحاسب بقى اللعيبة اللي خالفت القواعد هنحاسب الاداريين هنحاسب الاتحاد طول ما ما فيش باب للمساءلة والمحاسبة توقع دايما صفر يعني لا تتعشموا خيرا في هذا الاتحاد ولهذا الاتحاد الفاشل اتحاد هاني ابو خيبة هو اللي جاب المدير الفن الجديد اللي فيه علامات استفام ايضا تتعلق بيه تحقيقات تتم معه تتعلق بتلاعب فيه نتائج يعني ممكن في اي لحظة يتم ادانته فيها وتفقد فلوسك وبغض النظر عن كل ده اتحاد فاشل بهذا الشكل يا جماعة كيف يمكن ان يستمر واذا المسألة متعلقة بان الدولة طبعا لا تستطيع ان تتدخل لكن المسألة متعلقة بارادة شعبية هي مش محتاجة تدخل دولة يعني اتحاد فاشل فاشل لم يساءل لم يحاسب مش حد تحاسب خالص في ضيحة صفر المنديال مفيش حد تحاسب فيها مصر وبنما الدولتان الوحيدتان اللتان حصلتها على صفر في المنديال ولا نقطة بنما كانوا عاملين احتفالات انهم لأول مرة في حياتهم يشاركوا في كاس العالم دولة عدد سكانها قد حي شبر فكانوا مبسوطين انهم شاركوا في كاس العالم مصر بقمتها وقمتها خدت صفر في هذا المنديال صفر في كل شيء اداء نتيجة اخلاق ادارة كله ومع ذلك لم يساءل هذا الاتحاد لم يحاسب ووعدنا بان فيه تأرير هيقدم فين هو ما فيش اي تأرير هيقدم ليه لان ما فيش حد بيساءل ولا يحاسب ولان هو عارف انه لو فتح باب المساءلة لاصغر لاعب واداري هيحاسب فيها كمان رئيس الاتحاد فيقولك اقفل باب المساءلة وهذا الاتحاد الفاشل هو اللي يجيب مدير فني هو اللي حيضع السياسات المستقبلية يبقى التحاد فاشل بيجيب مدير فني وما فيش حد حاسب هذا الاتحاد عشان كده محمد صلاح اللي هو يعني احنا يعني بنكسب بمحمد صلاح الاداء بمحمد صلاح ما عندناش اداء عندنا اداء تكتيكي كان بلعب بيه كوبر ويقولك انه بنقفل كويس فلا بقى الاداء تكتيكي لا عملنا اداء ولا نتايج وما عندناش اللي محمد صلاح بوضوح شديد وما عندناش نتباع ونفخر بيه الا محمد صلاح وبدلا من حل مشاكله شيء موسف جدا انه محمد صلاح يكتب هذيه التويتا اللي بتعبر عن سلسلة مشاكل لانه قبل كده كتب تويتا ايضا متعلقة بالمشاكل اللي حصلت واضطر اتحاد الكرة يتراجع بعد ان تدخل الرئيس السيسي لان محمد صلاح قيمة والرئيس هنا بيحافظ على هذه القيمة ويحميها هو احنا عندنا كم شخص يمكن ان نتباعها ونفخر به في مجالات مختلفة الرياضة بتختصر كل المسافات والمساحات العالم ربما يتحدث عن لعب مصري هتاف موسف صلاح اللي شوفناه بارح بشكل كبير جدا محمد صلاح بعد ان سجل هدف ليفربول ووضعوا على قمة الدور الانجليزي تسع نقاط من ثلاث مبريات يعني لم يخسر نقطة واحدة اداء مبهر الناس بتحبه جدا لأدائه ولأخلاقه ولعطائه يعني يمثل مجموعة من القيم يعني ليه نغضب محمد صلاح طيب انت اغضبت كل المصريين وفشلنا في صفر المنديال وما عندناش الا كنز واحد ووحيد هو محمد صلاح ليه نوصلوا لهذه الحالة وبعدين الاتحاد هو اللي مايردش على محمد صلاح الاتحاد الفاشل ده يعني اتحاد هانا ابو خيبة هو اللي مايردش على محمد صلاح اللي هو محمد صلاح هو ده بقى هاني ابو هيبة وابو فخر يعني هو ده محمد ابو هيبة وابو فخر وابو نجاح وتفوق فمحمد صلاح يخاطبهم واضح انه من التويت انه اكثر من مار بتكلم معاهم يخاطبهم وما فيش حد بيرد عليه اللي عندنا مفهوم يتعلق بصناعة النجم ولا الحفاظ عليه ولا حمايته وما عندناش اللي هو زي ما البرتغال بتعمل مع رونالدو شوفوا بيعملوا ايه معاه وزي ما الارجنتين بتعمل مع ميسي برغم كل الهزائم اللي تحققت في وجود ميسيا لكن بيعتبروا ايقونة ورمز للبلاد محمد صلاح بيتم التعامل معه بتجاهل زي ما تم التعامل مع كل المصريين بتجاهل شديد في صفر المنديا لا تحقيق لمسألة لمحاسبة التحاد فاشل ولسه قاعد في مقعده التحاد لم يحقق الا صفرا ولسه موجود وما فيش حد حاسبهم وبيضعوا السياسات المستقبلية يعني لو في حتى حياء او خجل لو في زرة كرامة عند هذا الاتحاد كان قال والله يا جماعة لقد قدمنا كل ما لدينا فشلنا سنفسح المجال امام غيرنا ان هو يتقدم ويضع سياسات جديدة واحنا حننزوي قليلا يعني لكن الاتحاد الفاشل لم يفعل ذلك ويبقى عندك الرمز الناجح الوحيد كمان عايز تغتاله نفسيا ومعنويا يعني اتحاد حقق صفرا وما عندناش الا صلاح تعالوا اقتلوا صلاح نفسيا ومعنوي ويبقى اللعب الوحيد اللي بيرفع اسم مصر عاليا لو تشوفوا مبارح الهتفات كلها على الفرعون وصور صلاح في المدرجات ومو صلاح يعني اكثر دعاية يمكن ان تتحقق مش لمصر بس وللعرب وللمسلمين لانه نموذج بيقدم الصورة الصحيحة للإسلام بأخلاقه وبعطائه الإنساني نموذج مبهر حتنتظر ايه من التحاد فاشل اغتال المصريين نفسيا بالهزائم المخيبة للأمال بصفر المنديال وكمان بيغتال محمد صلاح اللي ما عندناش الا هو للأسف الشديد مين يحاسب الاتحاد الفاشل فين التقرير اللي الاتحاد الفاشل قال حنضع فيه كل اللي حصل مفيش تقرير حيخبوه وحيخفوه ومش هيعملوه اصلا لانه لو فيه مساءلة او محاسبة الاتحاد مش هيبقى فيه مقعده يعني حنظل نقول ان التحاد هاني ابو خيبة لا يمكن ان يستمر ومن المغجل انه بعد ان اغتال كل المصريين نفسيا ومعنويا في كأس العالم يغتال الان محمد صلاح نفسيا ومعنويا وهو الكنز الوحيد الباقي والمتبقي الانا